هذه رزنامة التقييمات الكتابية للسنكيام البديل السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد أفرجت وزارة التربية الوطنية عن الرزنامة اليومية للتقييمات الكتابية في امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي أو ما يعرف بالسنكيام البديل في دورته الأولى وبصيغته الجديدة إذ ستنطلق الاختبارات هذا الأحد وتختتم في 25 ماي الداخل على أن يتم اختبار المطار الشحين في 12 مادة تعليمية بحجم ساعي أدنى 45 دقيقة وأعلى ساعة 45 دقيقة بحسب طبيعة كل مادة وتبرمج التقييمات الكتابية بشكل غير متتالي وذلك يوما بعد يوم في الفترة الصباحية فقط على مدار أربعة أسابيع على أن يتوج التلاميذ المتقلون إلى القسم الأعلى أي السنة أولى متوسط بمنحهم شهادات شرفية ودفتر التقييمات في حدود 22 جنوى المقبل ترجمة نانسي قنقر